دعنا أقرأ من شئ ثالث نبوة الشعياء وإشعياء أحبائي تنبأ 730 إلى 50 سنة قبل الميلاد يعني قبل مجيء يسوع المسيح الشعياء إصحاح 9 والآية 6 والآية 7 خلينا بس قبل آية 7 لاحظ في آية 2 يقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور طبعا يتكلم عن السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد هاي الأصباط الشمالية زبولون ونفتالي إلى خري والأصباط العشرة اللي هي الشمال أخذت إلى السبي الأشوري 722 قبل الميلاد هاي الأصباط أو هاي المنطقة هي اللي رح تشوف نور يسوع المسيح وبتشوفوا أنه كده مرة تقتبس عند ولادة يسوع المسيح المسيح نور إعلان للأمم وأيضا تمت في خدمة يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح أربعة بيتكلم عن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما لأن هاي الأصباط اللي كانت في تلك البقعة هي اللي شافت نور يسوع المسيح لكن مع هذا إشعياء بيعطي وعد من الكتاب المقدس وهذا الوعد أحب أخلي بالك يعني بدون مراوغة ولألا تقول الكتاب محرف اكتشفوا مخطوطين لإشعياء بعود تاريخهم 200 سنة قبل الميلاد بالضبط هي نفس الكلمات اللي موجودة بين إيدينا اللي هي مخطوطات قمران موجودة في متحف القدس متحف الكتاب المقدس وأيضا أحبائي عاد عن الترجمة السبعينية والترجمة الماسوراتية اللي كلها تتطابق على نفس الآية فما تتقولش أنه جماعة اتفقوا يحرفوا لأنه لا اليهود بتتفقوا ولا المسيحي بتتفقوا يعني في عبر التاريخ هذا العداء فما فيش يعني لألا يخطر في بالك هذا الاكتشاف زال كل الشكوك 200 سنة مخطوطين تقدر تشوف نفس الكلمات ونفس التعبير تقراها بالمتحف في أور شليم طب شو هي النبوة لاحظ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا فمرات كتير بنخلط يعني بقولك الله لم يلد ولم يولد طبعا مين قال أي مسيحي أنه الله عنده تناسل جسدي ما فيش حاشة نعطى ابنا يعني لاحظ أنه الابن هو عطية لأن الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع حبل به بالروح القدس كما يقول الكتاب المقدس ففيه تميز بين يولد لنا ولد وبين نعطى ابنا عطية يعني نعطى ابنا وبكمل وتكون الرئاسة على كتفه وهي واحدة من مواصفات الله في العهد القديم ويدعى اسمه عجيبا برضو واحدة من المواصفات عجيب في طبيعته عجيب في عمله عجيب في اسمه في شخصه يعني كله عجيب يسوع المسيح مشيرا إلها يعني في شعي 11 واحد مكتوب يحل عليه روح المشورة روح الله مشيرا إلها قديرا ما فيش يعني مثل ما بحكولنا شهود يهوى إله مصغر فيش إله مصغر إله باللغة العبرية الترجمة يعني إله جبار أو بكلمات أخرى الله القدير هاي الكلمة ابتعني إله قدير أبا أبديا في أوضح من هيك يعني يدعى هذا اللي رح ييجي في ملء الزمان أبا أبديا يعني مش مجرد يعني ولادة عشوائية ونوم بعدين ادعى النبو لا مكتوب عنه أبا أبديا رئيس السلام في آية 7 لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد يعني انتبه للكلمات غيرت رب الجنود تصنع هذا يعني مش عمل بشري عمل إلهي فإذن هنا أحبائي بتشوف الطبيعتين بتشوف الطبيعة الإنسانية حتى في الشعية 9-6 بتشوف الطبيعة الإنسانية وبتشوف طبعا الطبيعة اللهوتية يولد ونعطى ابنا لحظوا في إنجيل لوقة أحبائي إذا منفتح على إنجيل لوقة الإصحاح الأول أنا كاتب الآية بس أنا يعني مصر أنه أقراها عشان أنه من كلمة الله من الكتاب المقدس لوقة إصحاح الأول من آية 31 خلينا نرجع على 30 فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى لاحظ الكلام ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية ولا يكون لملكه نهاية لاحظ ثلاث أشياء هون اللي بتعبر عن إنسانية يسوع وبنفس الوقت عن لهوت المسيح احنا مركزين على ألوهية المسيح من العهد القديم واحد إلها قديرا إل جبور روح لأي واحد يهودي يقول لي إيش يعني إل جبور يقول لك الله خلاص يعني حتى بحبوش ذكر الاسم دائما بقوله بعزرات هشيم بمعونة الاسم يعني دائما بدل ما يقوله يهوي أو إيل أو كده بحطوها تحت الاسم يعني هاي التعبير عند اليهود إلها قديرا مش نص إله إله كامل الشيء الثاني يملك إلى الأبد ابن داود يملك على العرش إلى الأبد كلمة الأبد يعني لا نهاية له مثل معبر ولا يكون لملكه نهاية والتعبير الثالث اللي بتشوفه أبن أبديا اصطلاح الآب هو الذي يسدد كل احتياج مثل ما قال أيوب أبن أنا للفقراء أو الحماية في إشعية 22 والإرشاد هو اصطلاح وتعبير عن لهوت الله أبن أبديا فإذا نحب من هذه الآيات بتشوف لهوت المسيح بشكل واضح من العهد القديم